تهديدات وتحذيرات كثيرة أطلقتها الدول الغربية قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي وخلاله متوعدة بالمزيد من التدخل العسكري المبعوث الدولي استفان ديمستورا رحب بنتائج مؤتمر السوتي واستعرض نتائج مشاورات جينيفا وأكد حق الأمم المتحدة في اختيار لجنة سياغة الدستور وفقا لقرارات دولية مندوبة الولايات المتحدة ربطت العملية السياسية بوقف التصعيد العسكري الذي اتهمت سوريا وحلفائها بالمسؤولية عنه وأكدت أن السلام لن يتحقق طالما بقيت إيران وحزب الله في سوريا كما اتهمت روسيا بعدم الالتزام بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية وشددت على أن تشكيل لجنة صياغة الدستور مهمة المبعوث الخاص حصريا ورد مندوب روسيا بأن وضع الدستور السوري من اختصاص السوريين من دون ضغوط خارجية واتهم الولايات المتحدة بالتشويش على العملية السياسية وبافتعال ضرائع كاذبة وبتهديد السلم في المنطقة باستفزازات عسكرية وانتقد مندوب سوريا عدم تطرق ديمستورا للاحتلالين الأمريكي والتركي لمناطق سورية رغم أن قرارات مجلس الأمن الدولي جميعها تضمن وحدة الأراضي السورية ونفى أن يكون العدوان الإسرائيلي وقع نتيجة تحليق طائرة إيرانية فوق الجولان وذكر المبعوث ديمستورا بأنه لا ينوب عن السوريين واستنادا إلى مبدأ أن السوريين وحدهم هم من يحددون مستقبلهم ودستورهم فقد اعتمد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتي قرارا حول تشكيل لجنة مناقشة الدستور وبالتالي فإن تشكيل اللجنة يجب أن يتم وفقا لهذا القرار الذي حدد مهامها ولم يعطي المشاركون في المؤتمر السيد المبعوث الخاص إلى سوريا أي وصاية أو تفويد أو سلطة فيما يخص تشكيل لجنة مناقشة الدستور وفي الختام اتفق الأعضاء على دعم المبعوث الخاص وحثوا على تطبيق القرار 2254 بالكامل وأكدوا أن السوريين وحدهم يقررون مستقبل سوريا بعض الأطراف الغربية تريد المشاركة في وضع الدستور السوري تحت التهديد بالعدوان بذرائع ذات رائحة كيميائية أما الجانب السوري فيصر على أن ذلك الدستور لا يمكن أن يكتب إلا بحبر سوري نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين ترجمة نانسي قنقر